مرحباً أهلين كيفكن شو أخباركن؟ وحتى جمهور شرين الكبير بيزعل عليها كمان لما بتتعرض لهجوم وانتقادات من خلال زلات لسان العفوية على المسرح بأغلب حفلات الماضية المرة اللي فاتت زائلوا وعملوا هاشتاج عشان قلت للستات تسمع كلام الرجالة طب الرجالة دول عسل وسكر مش عارف إلي مزعال من في كده أكيد أكيد دول شوية عوانس يا أنا آخر مرة أنا بعترف أني أنا كنت رد فعلي كان فيه وحشية بس دال أني أنت لما تقول أنت لما صبحي أنت لو بتقوله قدامك نصيحة ولو قدامك بقول لك إخراس هتكون حد معه ولا مش حد بس هو كل الحكاية أنا شايفة أنا مغلطتش في أني لما أوصي الرجالة الستات على الرجالة أنا مغلطتش في حاجة شرين أنت هي صارت ردة فعلك يعني أنه قلت عوانس وهي الكلمة مش حلوة طبعا مش حلوة وأنا بعتذر بعتذر عنها للناس اللي جرحتهم بيها أنا أسفى وأنا اللي عانس بلاش لو أنتوا لو الكلمة دقتكوا أنا بقول على نفسي نفس الكلمة لكن أنا أسفى أن فعلا أنا أزيت شريحة من الناس ممكن يكون مالهاش علاقة باللي حصل بس أنا أنا مش كبيرة على الاعتذار وأنا قلتها كتير قبل كده بفهم منك أنه بطلتي تحكي على المسرح حتلتزمي بهذا الشيء يعني تحكي الله أعلم الله أعلم دي حاجة مش ثابتة وبعيدة عن إجواء المشاكل شيرين عم بتحضر لأعمال جديدة قريبا لهيك هي عم تتمرن من بعد ما زاد وزنها مؤخرا الحقيقة أنا الفترة اللي فاتت أخدت دوا بيحبس الميا في الجسم تخيلت شوية بس أنا دلوقتي في مرحلة بأن أنا برجع تهدي زي كل حاجة زي ما كانت يعني زي ما قلت أنا كنت عاملة عملية جراحية فشو العملية يا شري مفهمنا ترجمة نانسي قنقر